قدمت الحكومة اليابانية للأردن منحة بقيمة نصف مليار ياباني أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي وتاتي المنحة اليابانية الإضافية المقدمة للأردن خارج نطاق المساعدات الثنائية المقدمة وذلك لاستكمال المشروع المنوي تنفيذه لتوفير أجهزة معدات أمنية حديثة ومطورة في خمسة مراكز حدودية لتعزيز الحماية الأمنية في الأردن في ظل التحديات الأمنية المتزايدة نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة السفير الياباني في عمان أكد التزان حكومة بلاده في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية اليوم تأتي توقيع اتفاقية منحة جديدة وخارج إطار المساعدات الثنائية التي تقدمها اليابان للأردن كمتابعة للزيارة الملكية إلى اليابان في شهر عشر من العام الماضي حيث وقعت الحكومة حينها اتفاقية منحة لدعم القدرات الأمنية بقيمة مليار ين ياباني وكانت تعادل في حين حوالي 9 مليون دولار أمريكي وذلك لتعزيز المعدات الأمنية للرقابة في خمس نقاط أو معابر حدودية في المملكة الأردنية الهاشمية ما زال قطاع الألبسة في السوق المحلية يعاني من حالة ركود وتراجع الطلب والحركة شرائية وذلك مع الإعلان مؤخرا عن جملة من القرارات الحكومية التي أدت إلى رفع أسعار الألبسة والأحذية بنحو 10% عن أسعارها السابقة ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أكد أن استفاء ضريبة بنسبة 5% من السلع المستوردة إلى الأردن بدل خدمات المراكز الجمركية ساهمت بارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير وطالبت تجار الحكومة بدراسة أي قرارات قبل اتخاذها ومراجعتها مع التجار والجهات التي قد تتأثر من تبعات تلك القرارات بالنسبة للرسوم التي أضيفت أخيرا بالقرار الأخير برئاسة الوزراء على البيانة الجمركية كرسوم إضافية خدمات جمركية طبعا هو أثر سلبا على قطاع الألبسة الذي بالأصل يعاني من ركود وكسات في العملية المبيعات لذلك يتحمل التاجر الآن العبئ الأكبر في عملية أن يتحمل هذه الخمسة بالمئة بالإضافة كمان أنه ستنعكس على المواطن بشكل سلبي لأنه ارتفاع القيمة الخمسة بالمئة ليس بشغل البسيط وإحنا بنطالب بنعاود أنه بعاود دراسة هذه الأمور لأنه قطاع الألبسة والأحذية لن يتحمل أعباء أخرى ارتفع رقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم في بورصة عمان إلى 2216 نقطة بارتفاع نسبته 17% وبلغ حجم التدول الإجمالي حوالي 5 ملايين و500 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 5 ملايين وتسعمائة ألف سهم نفذت من خلال 3188 عقدا وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 119 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها وتسع وأربعون شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 22% والقطاع المالي بنسبة 19% وانخفض لقطاع الخدمات بنسبة طفيفة وبالنسبة للمساهمة القطاعية في حجم التداول لهذا اليوم فقد أحرز القطاع المالي ما نسبته 44.32% وقطاع الصناعة ساهم بنسبة 35.71% أما قطاع الخدمات ساهم بنسبة 19.96% وقعت أمانة عمانة ومركز تطوير الأعمال مذكرة تفاهم لتدريب ألف شاب وشابة في المناطق التابعة للأمانة ضمن برنامج تدريب لأجل التوظيف ويهدف البرنامج الذي يدار من المركز إلى بناء قدرات الشباب وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الحياتية والوظيفية لمساعدتهم للانخراط في سوق العمل وبناء مصار وظيفي ناجح ومساعدتهم ببناء قدراتهم الريادية التي تساعدهم على إنشاء مشاريع خاصة تساهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الذاتي البرنامج ليس لتوفير فرص عمل المعنى أنا عندي فرصة عمل البرنامج لتمكين الشباب والشابات لتعلى فرص العمل الموجودة وكيفية الوصول إليها اليوم هذه الاتفاقية كانت عبارة عن شراكة رئيسية واستراتيجية مع الأمان لنوجهها في المناطق الأقل حظا في شرق عمان وفي المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى من خلال الأمانة حتى تقوم الأمانة بتوفير الدعم الجسي كاملا من خلال القاعات التدريبية ومن خلال مراكز لعقد أيام وظيفية فيها